السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة English with Simo في هذا الدرس سوف أشرح لكم كيفية كتابة مقالة صغيرة حول الهجرة القروية rural urban immigration وسوف أتحدث عن أسباب ونتائج وحلول للهجرة القروية غالبا الهجرة القروية هي rural urban immigration غالبا السؤال في الامتحان الوطني يأتي على هذا الشكل مثلا يقولون لك rural urban immigration has become an alarming phenomenon in Morocco يعني الهجرة القروية هي مشكل كبير في المغرب وظاهرة متفشية في المغرب الكثير من الناس من المناطق القروية rural areas هي المناطق القروية leave their towns to live in cities يعني يتركون المناطق التي يسكنون فيها لكي يعيشوا في المدين write an article explaining the causes and the consequences of this phenomenon يعني اكتب مقالة توضح فيها أسباب the causes يعني أسباب and the consequences يعني نتائج يعني the causes and the consequences of this phenomenon يعني اكتب مقالة توضح فيها أسباب ونتائج هذه الظاهرة then بعد ذلك suggest some solutions to help combat this combat rural urban immigration suggest يعني الهجرة القروية إذن السؤال يأتي على هذا الشكل المطلوب منك هو أن تكتب مقالة توضح فيها أسباب الهجرة القروية ونتائج الهجرة القروية وتقترح suggest تقترح بعض الحلول لمشكل الهجرة القروية إذن بعد أن تفهم السؤال وتفهم المطلوب منك ماذا تفعل بهذا ذلك تذهب إلى أعتذر تذهب إلى ورقة الوساخ وورقة الوساخ ستبدو على هذا الشكل كيف ستبدأ الكتابة أولا ستتحدث عن الأسباب أسباب الهجرة القروية يعني ستقول people move from villages to cities because يعني الناس ينتقلون من القرى villages to cities إلى المدن because لأن إذن ستكتب هكذا في ورقة الوساخ ثم تعيد إلى السطر ثم تكتب أولا وهنا تكتب بعض الأسباب لأنه ماذا قلت هنا قلت أن الناس ينتقلون من القرى إلى المدن لأنه because يعني لأنه وهنا ستكتب بعض الأسباب لتكتب الأسباب أكتب جمل مفيدة لا تكتب مثلا poverty الفقر إلى غير ذلك أكتب جمل مفيدة سوف أشرح لك كيف ذلك مثلا السبب الأول هو unemployment وأن تاني البطالة يعني ليست هناك فرص الشغل ونضع نقطتين وتنقول people in rural areas يعني الناس في المناطق القاروية don't have jobs بطريقة سهلة جدا يعني الناس في القرى أو في المناطق القاروية rural areas يعني المناطق القاروية don't have jobs يعني لا يملكون عمل ثم المثال الثاني they move to cities يعني يذهبون أو ينتقلون إلى المدن as because as تعني لأنه there are هناك more job opportunities opportunities job opportunities تعني فرص الشغل يعني ينتقلون إلى المدن as تعني because يعني لأنه there are more job opportunities يعني هناك فرص شغل أكثر there هناك there هنا تعود على cities يعني على المدن أو نقول in cities in cities يعني they move to cities as there are more job opportunities there يعني ينتقلون إلى المدن لأن هناك الكثير من فرص أعمل في المدن job opportunities يعني فرص أعمل ثم سأضيف المثال الثالث مثلا سأقول there are more أو مثلا there are facilities هناك بعض التسهيلات في المدن like مثلا hospitals يعني هناك المستشفيات good schools يعني مدارس جميلة جميلة مثلا electricity 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 ما أعتقدر يعني الكهرباء in cities يعني في المدن في المدن إذن هذه هي الأسباب التي تجعل الناس يذهبون من القرى إلى المدن ماذا قلت هنا قلت الأسباب التي تدفعهم هي unemployment هي البطالة والبحث عن فرص الشغل مثلا لأن في المدن هناك الكثير من job opportunities أو فرص الشغل وكذلك في المدن هناك تسهيلات مثل hospitals يعني المستشفيات وgood schools مدارس جميلة وإلكتريسيتي الكهرباء إلى غير ذلك يمكن لك أن تكتب الكثير من الأمتلة إن أردت لكن ثلاثة أمتلة تبقى كافية جدا الآن سنمر إلى النتائج سوف أقول the consequences of rural urban immigration يعني نتائج الهجرة القروية are هي ونفس الطريقة هنا سأعطي بعض الأمتلة سأعطي فقط ثلاثة أمتلة أو مثالين سأقول أولا ما هي نتائج الهجرة القروية المثال الأول الأصدقائي هي المدن تصبح نقول over populated يعني أكثر مزدحمة يوجد فيها الكثير من السكان over populated يعني مزدحمة أو يوجد فيها الكثير من السكان يمكننا أن نقول كذلك crowded وتعني مزدحم كذلك ثم المثال الثاني نجد الكثير من مدن الصفيح في المدن هذه نتيجة من نتائج الهجرة القروية ثم سنقول مثلا crimes and diseases crimes يعني الجرائم و diseases يعني الأمراض become widespread wide spread يعني منتشرة جدا in shanty towns في مدن الصفيح يعني crimes الجرائم والأمراض diseases crimes يعني الجرائم و diseases يعني الأمراض become يعني تصبح widespread يعني منتشرة جدا in shanty town shanty town يعني مدن الصفيح نقول shanty town نقول shanty town و نقول كذلك slums نفس المعنى يعني shanty towns و slums لهم نفس المعنى إذن هذه ثلاثة أمثلة على نتائج الهجرة القروية الآن سأمر إلى الحلول سوف أقول نفس الطريقة أيضا سأقول هذه تذكر أن هذه ورقة الوساخ سأقول مثلا the solutions of for rural urban immigration include يعني الحلول include ما ديرا الحلول ماذا قلت هنا الحلول للهجرة القروية تتضمن include تذكر هذه الكلمة لأننا سوف نستعملها كثيرا include تعني يتضمن أو تتضمن وسأعطي أيضا ثلاثة أمثلة على الحلول تذكر مرة أخرى أذكرك أن هذه ورقة الوسخ وليست ورقة الامتحان بعد ذلك سأمر إلى ورقة الامتحان إذن الحلول مثلا سأقول the government الحكومة the government should fight يعني الحكومة يجب أن تحارب poverty الفقر in rural areas في المناطق القروية ثم سأقول they يعني يجب عليهم they هنا تعود على الحكومة they should offer يجب عليهم توفير more job opportunities يعني يجب عليهم توفير الكثير opportunities كثير من فرص العمل job opportunities to farmers لفلاحين and help them ومساعدتهم in their agriculture activities يعني ومساعدتهم في نشاطتهم الفلاحية يعني they should provide more job opportunities to farmers يعني يجب عليهم توفير كثير من فرص عمل للفلاحين and help them ومساعدتهم في in their agriculture activities في نشاطاتهم الفلاحية إذن هذا هو الحل الثاني الحل الثالث مثلا سوف أقول they should they مرة أخرى تعيد هنا على الحكومة they should build roads يعني يجب عليهم بناء الطرق and bridges in rural areas يعني يجب عليهم بناء الطرق وكذلك bridge ثاني قنطرة يعني لا أعرف الجمع يعني قنطرات في المجال القاروي إذن هنا في ورقة الوسخ قمت بجمع جميع الأفكار يعني هنا أتوفر على جميع الأفكار الآن سأأتي إلى ورقة الامتحان وأرتب هذه الأفكار تذكر أن ورقة الوسخ مهمة جدا مهمة جدا جدا في الامتحانات الوطنية وكذلك في حياتك الشخصية يجب عليك أن تقوم ب drafting في اللغة الإنجليزية هو الكتاب في ورقة الوسخ نقول drafting فهو مهمة جدا لأن في ورقة الوسخ ترتب الأفكار الآن سأذهب إلى ورقة الامتحان وسأبدأ هكذا ربما سوف أعطي تعريفا ل rural urban immigration يعني الهزنة القاروية تعريف بسيط جدا يمكن لي أن نقول ماذا قلت هنا قلت الهجرة القاروية هي مشكل اجتماعي أو ظاهرة اجتماعية سيئة bad social phenomenon يعني ظاهرة اجتماعية سيئة ويمكن لي أن أكتب هذا التعريف وأمر مباشرة إلى الأسباب والنتائج والحلول التي كتبتها في ورقة الوسخ ولكن هنا سأعبر عن ذلك بطريقة أخرى يعني سأعطي أولا تعريف للهجرة القاروية سأقول can be defined as يعني الهجرة القاروية يمكن تعريفها ك وهنا سوف أقدم أو سوف أعطي تعريف الهجرة القاروية ما هي الهجرة القاروية سوف أقول the movement يعني انتقال ناس of people from urban areas يعني انتقال الناس من المناطق القاروية to rural to ما ديرا from rural areas rural areas يعني من المناطق القاروية to إلى urban areas يعني انتقال أو انتقال الناس أو تحرك الناس أو تحرك الناس من المناطق القاروية rural areas يعني المناطق القاروية to يعني إلى urban areas يعني المناطق الحضارية لماذا ينتقلون إلى المناطق الحضارية يمكن لي أن نقول مثلا أن أضيف to لكي لماذا ينتقلون أو in order to لأجل أن in order to يعني لأجل أن لماذا ينتقلون في نظرك ينتقلون للبحث عن ظروف عيش يعني جيدة in order to look أو to search تعقل look for look for يعني search يعني يبحث look for better living conditions يعني للبحث عن ظروف عيش أفضل إذن ماذا قلت هنا الهزرة القاروية يمكن تعريفها can be defined as يعني يمكن تعريفها كتحرك الناس من من المناطق القاروية إلى المناطق الحضارية لأجل أن يبحثوا على ظروف عيش أفضل ثم سأعود إلى السطر هنا وأكتب الجملة الأخرى يعني هنا سأقول مثلا no one can deny that سبق ودرستم هذا التعبير no one can deny that يعني لا أحد ينكر أن مثلا سأقول no one can deny that this phenomenon لا أحد ينكر أن هذه الظاهرة has many causes لها عدة أسباب and many effects وعدة نتائج يمكن لي أن أعد إلى السطر هنا أو فقط يمكنني أن أتمم هذه الفقرة من هنا يعني لا أحد ينكر أن هذه الظاهرة لها سوف أترجم مع آآ 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 تتبوح هنا no one can deny that لا أحد ينكر أن هذه الظاهرة لها عدة أسباب وعدة نتائج الآن سأتحدث يعني الأسباب وهنا سأستعمل أحد أدوات الربط مثلا تقول to begin with لنبدأ ب أو ليست لنبدأ ب تعني كبداية يعني كبداية وسأقول هنا people immigrate to cities يعني الناس يهاجرون إلى المدن because لماذا because وسوف أبدأ بكتابة المثال الأول وهو unemployment يعني البطالة because of سوف أقول because of وأكتب unemployment سوف أكتبها ب unemployment مدى ثاني unemployment يعني البطالة يعني people immigrate to cities because of unemployment يعني الناس يهاجرون إلى المدن بسبب البطالة الآن سأستعمل أحد أدوات الربط مرة أخرى سأقول that is to say يعني بتعبير آخر لأن استعمال أدوات الربط في الكتابة مهم جدا ويعطي جمالية للكتابة that is to say تعني بتعبير آخر وسأنقل هذا المثال يعني بتعبير آخر people in rural areas don't have jobs يعني بتعبير آخر الناس في المدن أو في المناطق القروية لا يتوفرون على عمل هذه هي الفكرة that is to say people in rural areas don't have jobs وسوف أضعوا نقطة ثم أضيف أحد أدوات الربط هنا وسأقول as result يعني كنتيجة لذلك ماذا يقعو كنتيجة لذلك as a result they move سوف أنقل المثال الثاني وهو they move to cities as there are more job opportunities in cities يعني ينتقلون they move to cities ينتقلون إلى المدن as تعني because يعني لأنه there are more job opportunities هناك الكثير من فرص العمل ولكن إذا لاحظت أنني هنا قلت بعادة كلمة cities عدة مرات سوف أستبدلها بthere وتعني هناك وjob opportunities أصدقائي تعني فرص العمل الآن سأضيف المثال أو سأضيف السبب الآخر وسوف أستعمل أحد أدوات الربط وهو in addition يعني بالإضافة إلى ذلك بالإضافة إلى ذلك ثم سأكتب المثال الثالث هنا there are more there are facilities like hospitals in cities إذن هنا أضيف المثال الثالث يعني there are more facilities يعني هناك الكثير من التسهيلات مثلا يمكن أن نقول like أو نقول such as دائما such as نستعملها إن كانت لدينا لائحة من الأشياء مثلا such as hospitals good schools electricity in cities سوف أستبدلها مرة أخرى مثلا لا فقط هنا أدي جملة أخرى يعني ليس هناك مشكل لكي نقول in cities يعني سوف لن نقع في مشكل التكرار الآن انتهيت من التحدث عن الأسباب الآن سأمر إلى التحدث تعني النتائج والنتائج هنا سبق لي وكتبتها في ورقة الوسخ إذن لكي أتحدث عن النتائج يمكن لمثلا أن نستعمل هذه العبارة on the other hand وتعني من جهة أخرى on the other hand وتعني من جهة أخرى نكتب on the other hand ونضع فاصلة ثم سأكتب the consequences consequences يعني النتائج of rural urban immigration يعني نتائج الهجرة القروية وهنا سأستعمل ذلك الفئة الذي قلت لكم من قبل وهو فعل include يعني يتضمن include ونضع نقطتين ماذا قلت هنا on the other hand من جهة أخرى نتائج الهجرة القروية تتضمن تذكر هذا الفئل include ثم سأكتب المثال الأول من من نتائج الهجرة القروية سأقول first أولا ثم أقوم بنقل المثال من هنا مباشرة يعني المثال الأول سأقوم بنقله مباشرة سأقول أكتب هذا بلون مختلف overpopulated سبق لي وشرحتها يعني مزدحمة يعني on the other hand من جهة أخرى the consequences of urban immigration يعني نتائج الهجرة القروية include تتضمن أولا the cities become overpopulated يعني المدن تصبح مزدحمة ثم سأكتب المثال الثاني وسأكتب هنا second يعني ثانيا لماذا قلت ثانيا لأنني هنا قلت أولا وكتبت المثال الأول إذن هنا سأقول ثانيا وسأكتب المثال الثاني سأقوم فقط بنقله من ورقة الوساخ we find many slums in cities يعني نجد secondly we find many slums in cities يعني ثانيا نجد الكثير من مدن الصفيح في المدن ثم سأكتب المثال الثالث وهنا سأحتاج لأحد أدوات الربط يعني أقول moreover وتعني بالإضافة إلى ذلك وسأكتب المثال الثالث وهو crimes and diseases become widespread in cities in shanty towns يعني moreover تعني بالإضافة إلى ذلك crimes and diseases تعني الجرائم والأمراض become تصبح widespread جد منتشرة in shanty towns يعني في مدن الصفيح قلت أن slums و shanty towns لهم نفس المعنى كلها باللغة العربية تعني مدن الصفيح الآن انتهيت من النتائج الهجرة القروية الآن سأمر إلى الحلول لكي أبدأ بالحلول مثلا سأقول in order in order to stop this phenomenon in order to stop this phenomenon يعني لكي نقوم بالحد من هذه الظاهرة phenomenon كما فاصلة يعني للحد من هذه الظاهرة فاصلة ثم نكتب هذه الأمثلة كما كتبنا في ورقة الوساط الحكومة يجب عليها أن تحارب الفقر في المناطق القروية ثم نضع نقطة هنا ثم نضيف المثال الثاني باستعمال أحد أضوات الربط وهو besides وتعني إلى جانب ذلك أو بالإضافة إلى ذلك ونكتب المثال الثاني وهو يعني يجب عليهم أن يوفر فرص العمل للفلاحين ومساعدتهم في أنشطتهم الفلاحية ثاني الأنشطة الفلاحية ثم سأضيف المثال الثالث وباستعمال مرة أخرى أحد أدوات الربط وهو يعني بالإضافة إلى ذلك وأكتب المثال الثالث وهو وهي يجب عليهم أن يبقوا ببناء روت تعني الطرق وبرجز تعني قنطارات في المناطق القاروية وأضع نقطة هنا إذن إلى هنا سأكون قد أنهيت كتابة الفقرة حول الأسباب والنتائج وكذلك حلول الهجرة القاروية تذكروا جيدا أصدقائي أنه من المهم جدا استعمال الأدوات الربط كما فعلت هنا وصرحت لكم كيف يعني معاني هذه هذه الأدوات التي استعملتها لربط الأفقار إذن حاولوا أن تكتبوا بهذه الطريقة وأتمنى لكم التوفيق أنا معكم سيمو من englishwithsimo.com شكرا للمشاهدة وإنكثرة وإن الله أعطيك أعطيك وإن الله أعطيك أعطيك وإن الله أعطيك